من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات فيتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة وذلك بما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من فضله وإكرامه لعباده ففيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ولعظم شأنها أقسم الله سبحانه بها بقوله والفجر وليالي العشر وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا فقال أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة يقول أبو عثمان النهدي كانوا أي السلف يعظمون ثلاث عشرات العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من محرم فبما نستقبل هذه الأيام عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء والعمل الصالح شامل لمختلف أنواع العبادة من صوم وصلاة وحج وذكر وتكبير لله تعالى وتلاوة قرآن وإنفاق في وجوه البر وغير ذلك فمما يتأكد في هذه الأيام الصوم ما عدى اليوم العاشر منها فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة للحجة خاصة يوم معرفة الذي يكفر صيامه سنتين ومنها ذكر الله تعالى والتكبير قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهي أيام العشر ومنها الحج وهو أفضل ما عمل في العشر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومنها الأضحية ومن أراد أن يضحي أمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره من دخول شهر للحجة حتى يذبح أضحيته ترجمة نانسي قنقر